السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً سهلاً بكم في برنامجكم استشارة مع سارة البودكاست اليوم برعاية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة هدف هذه الجمعية الرئيس هو تحسين جودة حياتك من خلال إرشاد وتوعية الأسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة للتدريب والإرشاد والإصلاح وحماية الأسرة هو الطفل وتمكين المرأة نحن وإياهم نسعى لتحقيق الاستقرار الأسري كما تعلمون لكم من خلال النقاش حول المشكلات فلهم جهود جداً طويلة وعميقة وناجحة في الإرشاد الأسري عملية هي الحلول اللي توصلانها مثلنا احنا دائماً كنت سمعوني كنت حلول عملية التطقية برضو جمعية المودة هدفها تقديم استشارات وحلول عملية تطبيقية وحقيقية فعالة توفر جمعية المودة خصوصية تامة لحل مشكلاتهم على يد مستشادهم وخاصيهم مارسين في هذا المجال وهنا تفوق علينا لأن احنا كما تعلمون الهوية أمام الجميع فأعلم بأن الكثير من الأمهات يرغبون باستشارات خاصة وهذا هو المجال الأمثل لذلك تكون المقابلة عبر الهاتف الاستشاري يستقبل المكالمات من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء الرقم هو دونه 92001421 أعيد 92001421 أو ممكن تكون استشارات عبر الموقع الإلكتروني ولا يزيد من المعلومات ستجدون المعلومات في وصف الحلقة طيب نبتدأ حلقتنا اليوم أم خالد تقول طفلي يقبل الأذى ممن يحبه من أصدقائه عمره 6 سنوات صديقه يقول له بصيحك يقول عاتي صديقه يضرب ما يرد له الضرب ويقول له ترى بضربك بقوة يقول عاتي نلعب مع الملاحظة هو طفل وحيد ولا يوجد لديه أصدقاء أولاد كثر أوكي خليني أولا برع ساحة وليدتس عشان ما يضغ صدرتس إليك العاتي طفلك عمره 6 سنين إذن هو دخل في مرحلة التعطش الاجتماعي يعني من ثلاثة وتحت ما تشوفون أطفال مهم مستغرب إنهم ما يكون لأصحاب لأنه مهم في مرحلة اللي هو يكون فيه أصحاب حتى لو كون أحد من عيالكم صداقات هو ليس متوقع ولا يقال عن الطفل إنه تأخر اجتماعيا إذا هو ثلاثة سنين ما يحب يلعب أطفال يحب يلعب النفس لكن ابتداء من الرابعة نبدأ نشوف لعبه بيبدأ سير اجتماعي يتشارك ويتعاوني فما بالك بست سنوات المسألة هذه شوي ناقصة معلومات من المعلومات اللي ناقصتنا هذا الولد من وين؟ من الوسط الاجتماعي الأسري أما الأصدقاء أما المدرسي لأن إذا كان مدرسي فوق خارج عن إرادتك لا تستطيعن التدخل يا ماما ولكن إذا كان من أقاربكم من أصحابكم فأنا كطفل عمره ستة سنين أنا أستطيع أن أنتقي لها صحبته على فكرة يعني أنا اللي أعزم مثلا أولاد صديقاتي أولاد قاربنا أنا أعرفهم أعرفهم من ان ولدوا أعرف خلاقهم أعرف سلوكهم أعرف من اللي يضفي ويضيف إلى ابني ومن الذي يضره وبالتالي أستطيع أني أحاول بتنسيق وتخطيط معين أن تكون اللقاءات بين طفلي وهذا الطفل الذي أرضى ديناه وخلقه أنتم فاهمين قصتي أخلاقه وسلوكه مع ابني إن كنت رضيته فهو من سأحرص أن تتكرر اللقاءات معه لأنه ما شلل ممكن يصير طفلي بعيني يشوف أن فيه ناس الضائقة وفيه ناس جيدة معه هو بمقارنات سيستطيع أن يصل إلى القرار أنه هذا يضايقني ما ودي العم معه لأن حالياً إحنا ممكن من هذا السؤال أحس أفرضي أفرضي أو أفرضه أنه الطفل ما لأحد ما عنده إلا مثلاً ما لا أفرض أن هذا ولد العم وهم عايشين في عمارة مع بعض وما له إلا ذا الولد والولد يبي يلعب فقابل الظلم وقابل الخطأ لأجل أن يكون لديه صديق إذن أنا ممكن أتكلم مع طفلي ما أقدر أقول له لا تسمح له لكن أقدر أشجعه إنه يرفض هذا شيء ولا يسمح له بأقدر أقول له ترى ما طقيته تطقك ما أنا بخليتك تلعب معه ما أقدر هو قرار الطفل هو قابل ما معناه أنه صح أني أقبلها على نفسي لكن أنا لازم بالحوار أفتح عيوني إلى أنه لديه خيار إنه وبس صعب أني أقول له خلاص لا تلعب مع هذا الولد وأنا ما قدمت البديل ضروري البديل البديل الأفضل اللي طفل لديه خلق أنت ترضينه ويحسن ويحسن لي ابني ويحترمه إذن إحنا نتكلم مع ابننا بعد ما نقدم البديل ولا نقول ترى خلاص هذا بسي صاحب قبدال هذا لا 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 نخليهم يلتقون يجتمعون يلعبون هو من نفسه حيصل إلى هذه الحقيقة وأيضا نتكلم عنه أنا لو كانت صديقتي يطقني والله ما أرضى بصراحة أنا أحب أنه أصدقاء يحترموني لكن إحنا عارفين أن الأطفال في هذا العمر وما أكبر لديهم تنازلات عظيمة لأجل أن يكون لديهم شيء اسمه صديق ولأجل أن يكون مقبول يا كثر تنازلاتهم إحنا ما نبغى نربيع التنازلات لأنه بيقولكم على حاجة التنازلات لحدود لازم الطفل يكون لديه حدود التنازلات طيب افرضوا 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 بكرة قال له أنه تنازل عن أمور مخيفة عن أمنه وسلامته وحقوقه في جسده برضو بيتنازل بيرضى من باب الصداقة فعشان كذا نتكلم مع ابنائنا عن المقبول وعن المرفوض وعن الصداقات ويتكلموا عن أنفسكم ما ترضونه وما ترفضونه لكن ما نقدر نتكلم وإحنا ما جبنا البديل كأننا نقعدين نقول اقعد في حياتك بدون استقاء آزيا من ذلي ما ينفع لا نجيب بديل لأن صاحب عليهم أوكي أوكي طيب وعلى فكرة بس آخر كلمة نحتاج نشتغل على ثقة بالنفس لدى طفلي اللي خليه يرضى بمن يؤذيه ويسي إليه نشتغل عليها كلما ارتفعت الثقة بالنفس كلما كان الطفل يعرف قيمتها وش اللي يساعدنا نمي الثقة بالنفس دخوله في الدورات دخوله في النوادي تنمية مهاراته فيشهر بثقة بالنفس طيب اللي بعد ما أدرينا ماني كاتر أن أرسلها ممكن السؤال اللي بعد يا كنترول أوكي مرحبا غدير أهلا غدير كافك هلو سهلا إزاي حالو الله خير هلو غلأ كافك هلو هلو غلأ حبيبتي غدير أهلا نورتين ممكن تحكين لنا عن مشكلتك معنا مختصرة أشكرك على الاختصار تفضل يا حبيبتي عندي طفل لما أضع شورنا وبتعفت عني مدة أربع يار ما أدري هل فيه تأثير نفسي عليه أو أو أنه يعني أنه بيه في قدمي أو خير أنت الحين تحطين عند أمت لحظة إذا سافرتي بيكون عند مين عند أمت الحمد لله أحلى حاجة طيب الآن أنت مثلا تحطين عند ماما وتروحين لعرس وتروحين للسوق وتروحين صديقاتك وتروحين مع أبوكم متعود على ماما صح ولا لا إي جدا جدا يا سلام عليك أحسنتي ولما تتركين وترجعين له إيش تقول ماما عنه عادي لأمي أصنع تحطين فما أدري لا بس لما تروحين للسوق لما تروحين للعرس لما تروحين العزيمة لما تروحين مع زوجك وتخلين ابنك لا أخذ معي لا لا أخذ قليل قليل مرة حطها إلا 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 حطيها كيف كان مسألك عادي أرجع وهو مبسور جدا أصلا حسني ما بكرتيني وأنت في بيتك من اللي يعتني فيه معاك هل هناك عاملة من اللي إيه من اللي ساعدك في العمل لا لا أنا 100% أنت رائع جدا أو أبو يا سلام عليكم الله يسعدكم يقول عنكم إليك الآتي في حاجات حلوة في الموضوع أولا ولدي عمره أربع شهور صغير مرة صغير هذا بيساعد أنك تروحين وتجين بأقل الأضرار أيضا سفرتك قصيرة أربعة أيام هذا يساعد أنك تروحين وتجين بأقل الأضرار طفلك لو كان أكبر لو كان أكبر سنواء ممكن ينصدم إذا كنت أنت اللي تقومين برعايته بالدرجة الأولى وبالدرجة المكثفة ممكن ينصدم في أربع شهور الفقد بيكون أقل خاصة أنه يحب ماما يموت في ماما وماما طبعا مربية جميلة وحنونة فبيكون الضرر أقل اللهم اللي أنصحك فيه نبتدأ من الآن نبدأ نخليه عندها ساعات أطول مثلا أخلي ساعتين أرجع له أخلي ثلاث ساعات ورجع له من باب أني يتعود على ماما مع أني ما أحس أن أربع شهور قبل أن تسافرين مع العلم أني مني حاسة أربع شهور فيها الضرر بس أحسن لا يتعود على ماما مش بس يعرف ماما يتعود على ماما صح جار بيها وأيضا ترى لو تجربين بعد النوم عندها مرة أو مرتين بس من باب أنه أنا 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 عندها كل ويكيند يا سلام عليكي طيب أنت تتمي عنده برافكت بصراحة ما عليش يا غدير يا ربي لك الحمد الظروف إن شاء الله من أجمل ما يكون يهيئك للإقدام على هذه المغامرة يعني يعني عادي ما في مشكلات ما أحسن أنت مهيئ الظروف بسم الله عليك ربي مهيئ الظروف لك أم محبة تعارفها متعود عليها نعم عنده ويكندات عمره أربع شهور رحلتك قصيرة الظروف جميلة فأنا بصراحة متفائلة أن لو حصل ضرر هيكون في أدنى هذا متفائلي هيكون في إيش في أدنى يعني ممكن يتعب ماما بس ما أظن أني بيرفضك يعني عادة الأطفال اللي أكبر 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 إذا جاءت ماما زعلاني عليها ما يكلمونها ولا يناظرونها ويعقبونه ويكلمونها سيصير شرحان عليها ما أحس أوليدنا في أربع شهور رح يسويها اللهم اللهم لو أنا بتنبأ بأي مشاكل فما ما حتتعب من ناحية أنه ممكن ما ينام ما يرضع بس ما أتوقع بتصير خاصة نعم بسم الله عليها هو مرة مرة سهل سهل مرة يعني حتى أجل ودائم تقول حتى يا قندي أجل استودعنا تسلى وجبالي هدية الله يوفقت أمورك جميلة إن شاء الله يا غدير هلأ والله غلأ شكرا هذه الاستشارات الحلوة اللي ما تعور الكلب سهلة يسيرة بسم الله ما شاء الله لي لله والظروف حلوة يعني المخرجات هذا السؤال كانت إن شاء الله نيجابية طيب أم أمل ولدي عمره ثمان سنين لي ربي ممنوع المستل مايك ولدي عمره ثمانية سنين أو أوتش تعرض للتحرش من ابن الجيران اللي عمره ثنانية سنة أنا نبهته معيته عن التحرش وإن أحد إذا لمسه يبلغنا على طول المشكلة ما هو فاهم الخطأ الذي وقع فيه ولا عنده أي ردة فعل على الموضوع عادي ولا كأنه وقع بالخطأ أبوه ضرب وضرب المتحرش كذلك أوكي ما عليش يا جماعة المسألة هناك سوى كثير من التفاصيل إحنا ما ندري والشو لأي مدى كان التحرش ولا درجته ولا كنتكرر أو ما تكرر ولا إن كان طفلي أصلا غلطان غالبا الضحية المتحرش به ضحية إلا إن كنتي قاعدة تقولين لأنهما يمارسون اثنين هم استكشاف جنسي ولعب جنسي بيرضى الطرفين هذا مختلف هذا مو بسم التحرش هذا شي ثاني معنى ما كان ودي إني يضربه لأن إحنا ما احنا عارفين وش اللي صاير إذا هو ضحية ما كان مفروض إنه ينضرب هو ضحية يعني فوق اللي صار له هاج يضربه عاقبه إنه كان ضحية يعني أنا مثلا لو انصرق مني فلوس وجاء أبوي يضربني منطقي أنا انصرقت مني ما ينفع ونفس الشي هنا فقلتي ما هو فاهم الخطأ الذي وقع فيه ما ليش الجملة يبغلها إعادة سياقة إذا كان ضحية فهو لا يعي ما وقع عليه ما هو الخطأ اللي وقع فيه الوقع فيه معناة أني أنا مقدم أنا متحرش بولدي جيران على الفكرة يعني سياقة المشكلة طلعت كأنه لدي مطواع كأنه راغب كأنه مقبل ما طلعتي كأنه ضحية وأنا غالبا أرى أنه الطفل الأصغر هو الضحية استدرج من قبل الأكبر لكن المهم هنا أيضا أنه الجيران لازم يعرفون أبو الجيران لازم يدري أم الجيران لازم تدريب لي ولا تواه للأسف الشديد المسألة هناك سكت كثير تفاصيل تعيق عن أننا نفصل فيها لكن بلا شك أنه يبغى أن نراقب ولدنا أكثر نكون دقيقين في وين يروح وين يجي ومع مين يعني وين كانوا يلتقون في بيتنا في بيتهم وهم طالعين مع بعض مثلا أفرضوا أنهم يروحون يوميا البقالة يبيننا نعيد النظر في نظام حياتنا من يخالط أنا شخصيا واحدة من الحاجات التي أتسويها بقطع ذلك للجار بقطع ولد الجيران لا يكلم لا يجيه لا يشوفه ولا يكون له أي علاقة أوكي وأيضا يعني أكرر لازم هل يدرون بس ترانا غلطنا يوم ضربنا عموما دامنا ما هو واعي لما حصار له نعيد التنبيه والتوعية لعله يعي وبما إنه لم يعي معنات أني أنا مضطرة أكون بالقرب حتى أحميه كي لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى كان هو اللي مقبل وحتى لا يقع فريسة لمتحرج آخر إن كان هو الضحية كان الله في عمكم أوكي واوك هذه طويلة ممكن؟ أوكي نحظة بس تسمحوني بس تسمحوني بس تواني عشان أطلع كلام مقطوع أوكي عندي طفل ما ليش عندي طفل تحملوني عندي طفلة عمرها ثلاث سنوات صايرة تعصة وتصارخ وتشد معي أم لارا أم لارا أوكي أنا بقرأ مستهلة أم لارا هلا أهلا وسهلا يا مرحبا يا أهلا فيك كافك أهلا فيك بنيتي عمرها ثلاثة سنين وعصابية عصابية تفضلي قدمي الجهة حالة ليه هالحالة هذه دس من فترة يعني أنا قاعدة لحظها شد بالأحصاب الصارخ تشد بعصابها تشد بنفسها أهلا بعدين لما تشوفني ما أعطيها وجه تبدأ تجلمني تسحبني تبردني إلا تعالي إلا أعطيني وجه على طول أشيلها أنا ما أعطيها بال أشيلها وأحب المكان أقولها لما تهدين راح نتفاهم ما تسمعلي وأنا أتكلم معها كذا ما تسمعلي إذا مسكت يدها تشوفني وأنا ماسكي يدها تقولي تورين يدي تورين يدي تورين يدي تورين يدي تورين يدي بس هذه الفترة بس يعني بس الفترة هاردي صيرة كذا عصبية وتشد بعصابها أوكي وعندها الخوف شيء ما أصبت لكيام الخوف كانت بالبداية تخاف من أي شيء اسم رجل من أي واحد من أي رجل بالعالم تحتبوها أبوها في خوف شوي لكنها خفف يعني لحظة لحظة ليش تخاف من أبوها تحترم خوف مو باحترام يختلف الاحترام غير الخوف هو عصبي عصبي الأبو أوكي لربما هذا حفظي ويعطيها نظرات يعقد حواجبها أحيانا يعطيها نظرات فيه 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 يا أم لارا علاقة عاطفية بينهم يخمها يلمها يبوسها يشيلها يلعبها إلا لأن لا يلعبها يبوسها يحبها ويعطيها اللي تبيه وكذا بسنة يعني علاقتها أبوها مو بو زي علاقتي أنا با طفلة طفلة الوحيدة ولا يتطفل لا طفلة الوحيدة أوكي هل مثلا إذا دخل تركضها وتخم ولا تنتظر هنا ديها تستحي منها إذا هين سويا شي ما تركض لها طيب تنتظر أوكي ولأن تخاف عقابة يضربها وتوقع ما يضربها هو يتكلم أحيانا يعني نشبني أنا شاد أو معصد وزعلانة منها يمسكها وعلى جانب يتكلم وما يصلح شي هذا طيب هل في ضرب في بيتكم إطلاقا ما حدن يضربها أبدا ولا من باب التأديب أبدا أحيانا شوفي لا لا مو أبدا أبدا وقت ما أن تصل المرحلة هذه تأصد ما تسمع لنا صار اختصيح أكمالك أنا نفسي قدر الإمكان بس ني يعني أحيانا ما أضرب وإذا ضربت ما وش النتيجة وش اللي أبيه وصار لما ضربتها وش كنت أرجو وماذا حدث صوتك مواضح لما ضربتها أنا كان لي هدف أني أضربها أبيها توقف صح أبيها تهدأ لا أبيها تسكت صح صح صوتك مواضح يعني بعيد أوكي إن شاء الله أن تسمعيني في التسجيل لكن أنا لما ضربتها كان هدفي كتربويا أبيها تتوقف عن البكاء صحيح صح أوكي تحقق الهدف تسكت على طول توقف عن البكاء أحيانا أنه هي تصيح تقول خلاص أنا بسكت ما رح أصيح ما رح أصيح بسكت خلاص لأنها خايفة لأنها خايفة تسكت بس تلاقينها يعني بالقوة على روحها لأنها خايفة تنضرب فهي توقف البكاء لكن هل إحنا نريعك يا أم لارة من التفكين إن الضرب ما هو قاعد يفيد في إيقاف السلوك لأنه قاعد يتكرر كل يوم أنا عارس ما الضرب ما يفيد أوكي شريس تجرب سلوب التجاهل بكت اطلعي بحظة غرفة ثانية إن لحقتك تجاهلي كأنها ما تبكي يقولي لما تهدئين أسمع لك ومن جد من جد يوم لارة أحتاجك تحطين قطن في أذانك ولا تستجيبين أنا أدري أنه صعب أدري أنها القولف السهل والفعل صعب لكن لو جربتيها إنك تجاهلين البكاء لحد ما تهدأ هي حتتغير لكن حاليا في حاجات قادة تصير أولا لازم أسأل عن حاجة كم مرة في العشر مرات في كل عشر مرات كم مرة فعلا 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 بكت وحصلت على ما تريد لأنه مستحيل يكون الصفر مرات قليل جدي ممكن واحد واحد كثير أبشرت واحد كثير وأنا يعني ما أعطيها اللي تبي خلاص إلا حصلت مرة كل عشر مرات حصلت على ما تريد لا شوفي أنت بما نكيت الصحين أنا ما راح ألبي لك اسكتي بتكلمي معي ألبي لك بس هي بدت في الصياح هذا قصتي فهمت علي يعني هي ما جا هذا الشي إلا يوم صاحت لو ما صاحت ما جاها هالشي فهمت قصتي لا أنا أبيها مو بس أنها تهدأ أبيها تطلب يعني هي عمرة ثلاث سنين وعطيني مثال لشي تصيحت به أعطيني مثال مثل المرة كانت معي معي أنا صحي تصلي إلى السجد انتبعت ما مالك يا مامو تعالي مامو مامو وأنا جالسة أرد عليها أقول لها أنا جاية شوي بس باجي دخلت في الغرفة لقيت تلكي قلت شوي أنا بصلي هنا أنت إجلسي بدون مصحين بصلي أنا هنا بعدما أخلص منها طرات فح أجيك إن شاء الله جلسة تصليح لا تعالي الحين خلاص تصلي صلاة خلي صلاة أنصر تصلي صلاة خلي الصلاة تعالي الحين بعدما أتلمتنا كنت بتسلم نفست عليها قلت لها ما بعد خلص صلاة إذا خلصت صلاة أنا رح أجيو رجاء لك سخين بسم الله أقول الله أكبر إلا قام وقام توجدت عندي بدت تسحبني قلتني إلا تعالي خلاص تبدأ صار كده بالعقبية تشد بأسنانه صار وتشد بشعرة تسحبني وأنا أصلي يوم خلصت النصرات ما عبيت هذا جنت خلص أغراضي وروح ودوره وراي تصليح تصليح بعدها جلس كانت بيدي شغلة وهي جال في حيندي قالت خلاص إنه ما بعد خلص أنا بأرجع أنا تعالي أبنا من عندك أسكت ما تكلمت معها بس ني جلست نظرها وأنا نظرها تقول لك نظري اللي خلصت نظري بس ردي علي عطيني إجابة نظري من كنت خلص بعد ما خلص كل شغلي جيت وستحت زنام جت عندي وقالت أنا ما رح أغطيك وأنا ما بيك وأحسن أنت اللي تغطي وأنا زنام ما عطيت ها بل عطيت ها ظهري ومترك عقاة تقل بجولي طيب أقول لس شي في شي اسمه وجه زين في شي وجه شين وش معنات الطفل يريد أن نعطيه وجه صح صح تمام هم الطفل يتمنى الوجه زين اللي هو أنت على كيف يسأل لي نبيه قلت قصير 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 يريد يتمنون بس ما حصلت العوض ولا القطيعة ما حصلت الوجه زين يلا شك ولا الله خلت تعطيني الوجه الشين اللي هو إنها تعصب علي نفس شي نفس الشين قاعدت معي ما تكلمني كل هذه الأمور حصلت عليها إذن هي فائزة أنا عادري إنه صعب تصدقيني إنه شون فائزة وإنا مخمز عليها حصلت عليك تحكمت في وقتك قاعدت ساعة وأندي كنت ملكا لها وهي المتحكمة صحيح كان وجهي شين وكنت عصبية وكنت فعالية وكنت هاوش عليها وكنت إعلان عليها هي ما أهم ما أهم شي إنه أنت على كيف ولاحظي لاحظي أنت ما عطيتي اللي هي تبغاه 100% عطيت اللي تبغاه 50% ماذا ماذا كنت في الصالة صلين لما صاح دخلتي في الغرفة بس يتبيك جم سريرة لا أنا يكفي أني أنا في الغرفة ترك لبيتي لها احتياج طيب هي كان ممكن إنها لما قامت تجد تنام عندك أو تنسى دح جنبك ونت تصلين بس أنتي لاحظي يا أم لارة تستجيبين لها لاحظي إلى أي درجة أنت تستجيبين مو معنات إنك ما تستجيبين مية في المية اللي ما تريد مية في المية لكن تستجيبين ولو خمسين في المية لاحظي كنتي بصلي بره في الصالة دخلتي عندها لأنها طلبت ذلك أو صرخت بذلك حتى ما طلبت بالذوق صاحت 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 ودخلت ماما إذن الصياح فعال الفصياح يجيب أمي صحيح إنه ما جاء الجم سريري بس دخلت الغرفة إذن أنا عندي السلطة أني أتحكم في ماما ولما أصيح 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 تقعد جمبي مخنفزة إذن أوكي حتى لو هي مخنفزة أهم شيء أنها جمبي لاحظي ترى سنايمة جمبها أنت نايمة جمبها أنت قادمة تلبين لليه تبغى حتى لو بنفس الشأن هي اللي نايمة جمبي جاي من ورسكها نايمة جمبي بطلب هي نجحت نجحت أو ما نجحت 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 طيب خلي قصة النوم حين الحين فصصناها وعرفنا أننا نحن مستجيبين تعالي لقصة أخرى في النهار وعلى فكرة متكررة ذا القصة ذا الليلية هذه لا لا مو متكررة بس أنها تحصل تحصل بمعدل كم كيف بمعدل كم تتقرر بمعدل اثنين في الماء اثنين في الأسبوع مرتين في الأسبوع مرتين في الليلة ما أسمعي قطة كم مرة تكرر هذا السلوك الليلي تقوم ومتصيح وتعالي وقد عندي وزاوي وما أدري وشو إذا كانت نايمة بغرفتها في كل مرة تنام في غرفتها تقوم وتجي عندك اي والجين هو وجه بس في الحقيقة هي نامت عندك ما أشلتها ودتها غرفة نامت عندك حبيبتي ملارة البنية نامت عندك هي نجحت اي اي فعرفت هي لياش تقوم لأنه فيه هدف وحققته أنا بنام عند أمي كامت فعلا نامت عند أمي ونجحت فتوقع أن أنا يعني براي هذا من الخوف كي بني خوف منيش اه أنا أنا ما أبنين من الخوف هي لأنها تعودت أن تستيقظ وتجي لفراشكم فتبرمجة جسمها أن تستيقظ وتجي لفراشكم تعودت تعودت لو تعودت إنها كل ما طلعت من غرفتها ترجعها ماما مئة في المئة في كل مرة لن طفأ ذلك السلوك لو حبيتها وغرفتها رجعتها وغرفتها اجلسي عندي لت لت نامي عندي إيه وتستجيبين وأنت تستجيبين أنت تستجيبين حبيبتي أنت مكنتي لها من كل سلوك مضايقك فيها كل السلوك اللي وصفتي أنت مكنتها أنت مستجيبة لها أنت طاعتها فأنت قصتي تطعينها تطعينها بكلش حتى بدرجات مختلفة مو لازم أنك تطعينها مئة في المئة بس أنك تطعينها 70% 80% 50% تطعينها يحب عدي أنت تطعين بنتك من ثلاثة سنين بتحكمها فيك فأنت قصتي هي حاصل علمها كل ما تريد مهم أننا ماما نفسها شينا مهم شي اللي ينبيه صار واضحة الصورة فكوني ثابتة لا لا والنعم نعم تبين الفراشة رجعيها في كل مرة في كل مرة وبلا ملزمة أني أقعد عندها كل ما رجعت فراشة لا برجعها بدون كلمة برجعها بدون كلمة برجعها بدون ولا كلمة بدون ولا كلمة بدون عصبية بدون فعل برجعها في كل مرة قد يأخذ منك 50 ترجعة في الليلة الأولى بتصير 40 في الليلة الثانية 30 في الليلة الثالثة وهكذا وهكذا يتناقص إذا ماما ثابتة أما إذا ماما مخليتها تسوي اللي تبين وتسولف معها وتقعد معها في فراشة عمرها ما حتنام الليل وحتى استمر في هالأسلوب شامر بيدك حبيبي شو رأيك أم لارا تقدرين أم لارا أنت معنا يروح أقول معنا تقدرين تقدرين تثبتين تقدرين تثبتين بدون انفعال بدون غضب بدون ما أستجيب لها يعني أنت ترى منت يبقى مشريرة لما طلعت من فراشة ورجعتها طلعت ورجعتها طلعت ورجعتها متى أصير مشريرة لما أطقها وضربها وعص بقولنا هذا هذا أصير مشريرة بس أنت ما قلطتين ترجعين 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 بدون ولا كلمة حتشوفي نتائج لو ثبتين على هالأسلوب حتشوفي نتائج حتشوفي بإذن الواحد للأحد حتشوفي إذا ثبتين لكن قولي في الليلة الرابعة ماما كان رأسي عورها مال ها خلقت صالي والدخل رح تنمتي عندها أرجعين نقطة في الصفر مو حلو عشانك حبي نفسك حبتين قطعتي مشوار ليش ترجعين نقطة الصفر يماما أوكي حين نسألها ليش طي واحدهم ثلاثة سنين نسألينها ليش مين بيعطي إجابة ترى لو بتجعطيس الإجابة الصحيحة إليك ما ستقول في الحقيقة والواقع إني طفل في الثالثة أحب الانتباه وهدفي في الحياة أن تكون أن أحصل على انتباه أمي 24 ساعة لذلك سأبدل قصارة جهدي أن أجعل انتباهها مسلطا علي سأفعل ذلك بالخير سأفعل بالشر سأصارخ فيها وسأعصب وانفعل لين تعطيني اللي يتبه هذا هو إجابة لسؤالك ليش غضحت الصورة معروف ليش ليش أسألها سؤال أنا عارفة إجابته تابيت اتحكم فيني لأني عودت على ذلك بنيتي متحكم فيني كل اللي تبه يصير تبيني أناظرها 24 ساعة فهي تعودت أنها تصارخ وتزعق عشان أناظرها وزي ما قلت لك الطفل يحب الانتباه الأحلى الانتباه اللي جابي اللي هو الضحك والسواري فهو ما حصلت العوض ولا القطيع خلنا تزعق علي المهم أن تناظرني تعالي يا قعدي ساوي بنتك متحكمة فيك بنتي حبيبي أنتي أختي أم لارا أوكي إن شاء الله الله يعينك الله يعينك بس من جد إثبتي لا نعم نعم لا تخلين بنتك تحصل على ما تريد لأنها صارخت ولا تقولين أنا ما أعطيتها كل اللي تبي بس أعطيتها 50% كأنك أعطيتها 100% يعني حكاية أنك دخلت من الصالة لغرفتها هذا أكبر دليل أنك قادة ترضخين لها لأنها صارخت أنا ممكن أقدم لطفلي ما يريد إذا طلب بأدب وذوقه وجمال أما يزعق فيني ولبيله فعناته أنا علمته كلما صرخت سأجيب انتبهي للمعادلة وترى ما ينفع تقولين لي أنا أحيانا ترى نادر ترى كأنك تقولين لي دائما النادر والأحيانا هو اللي يخرب علينا تربيتنا لعيالنا لو مرة كل عشر مرات استجبت لها لأنها صارخت معناته أني علمتها أنه الصراخ يجيب فائدة اللهم طولي في الصراق لأنه احتمالي اليوم تكون المرة العاشرة التي تحصلين عليها تحصلين فيها على ما تريدين اليوم واحد من عشرة الطفل إذا صار عنده أمل يطول الصياح عرفت قصة وإحنا اللي أعطينا أمل إحنا اللي علمناه ترحيانا أن الصياح يجيب نتائج فهو بيصيح كل مرة يمكن هذه المرة اللي بنجع يمكن هالمرة أنا بصير بحاول بجرب بزعق بصارخ صحيح أن أحيانا نمي تصرخ فيني تضربني ما كانت المرة هذه نكستايم إن شاء الله فتحاول إنها تسعق وتصرخ وصيح المرة الجاية لعلها تصير هي اللي مرة اللي نجحت ورضخت أمي الطفل باله طويل وأمله طويل ما شاء الله وضحت الصورة أم لارا وضحت بإذن الله إن شاء الله تثبتين وتحزمين إن شاء الله الله يسعد لقلبك بالتوفيق إن شاء الله الله يسعد لقلبك حياك أم لسهلا شكرا لك طيب أعزائي لا عندي مسألة ثانية بس أنا بدون الطال عندي بنتي الكبيرة عمرها 11 عاما بصف خامس ومن يوم وهي صغيرة وعندها فوبيا من المدرسة والشغل نكاليوم الصباح نهديها لأنها تروح وهي تبكي وإذا وصلت المدرسة تستفرغ كل يوم على هذا الحال اليوم بما أنه أول يوم عودة حضوري اللي هو تقريبا يوم الأحد رجعنا للنفس الموال على فكرة هادرة هذه أول حلقة نسويها من بعد عودة الأطفال اللي ابتدائي ورياضة أطفال إلى المدارس فجميل للسؤال هذا اللي جانا في وقته إذن وكل يوم على هذا الموال اليوم بما أنه أول يوم عودة حضوري رجعنا للنفس الموال تقول لي ماما متنرفزة فيني غفيان جلست وحولت أفهم واش المشكلة قالت أخاف أجاوب خطأ أخاف تنادي المعلمة ولا أعرف أجاوب أخاف بابا يتأخر علينا ما يطلعنا بدري ما أدري كيف التعامل مع هذا القلق والخوف اللي فيها ما ليش عزيزتي أعتذر السؤال نفسي بحت ليس لي أن أدخل في مجال غيري هذا بمن فوبيا وتخوفات والدرجة أوفر معنات أنه خرج عن الإطار التربوي ودخل في المجال النفسي وليس لي أن أفتي في مجال غيري فأنصح سؤال مختص لكن خلونا نقلوا بالسؤال كأنه تربوي أفرضوا أنه تربوي أفرضوا بس علشان نقدر نطلع بفائدة لمن عنده أسئلة مشابهة لأني أنا شفتها كثير في أمهات إليكم الآتي تشتكي الأم أن الطفلة يقول ما بي 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 ويمثل الخوف فوش الفائدة المرجوة تغيبني أمي أو ترشيني بهدايا لو رحت المدرسة ودي لك ويجيب لك ويسوي لك وأقل ما فيها أضعف الإيمان تهتم فيني وتشحد يا حبيبي يلا فيك يلا نروح يلا نزوي في فائدة من التمنع لو كان هذا هو السبب هذا التربوي معناته أنه هو مستفيد وأنا من برمجته أنه تمنع وتستفيد تمنع وطلعك تمنع وهديك تمنع وأهتم فيك إذن أنا السبب الحل هنا أن لا أتوسل إليه ولا أرشيه جال الصبح نروح ولا نتناقش في الأمر صمتاً تام صمتاً تام لا نتناقش لأنه قاعد يمثل إذا هو السبب تربوي فهو تنفيل أن استعلم أن التمنع وإظهار الخوف هو خوف غير حقيقي جاب لي فائدة صار تم يتعطيني وتسويلي وتهتم فيني وتراكط رأي يا حبيبي والله محمد أني خاف يا قلبي عليه ويتكلم فيني حتى عند الناس عند جدتي وعند خوال يا حبيبي محمد والله العظيم أنه صعيف يستفرق من الخوف وضيك تصدر يا حبيبي كل هذه الأمور يحب له الطفل اسمها اهتمام هذا في حال أن الخوف لم يكن حقيقي والتمنع ليس حقيقي وإنما هو لأجل جلب الاستعطاف وجلب الهدايا والرشاوي إنما إذا كان نفسي فعلا كما تراين أو كما ذكرتي فمجاله العلاج النفسي والله يربي قرعينكم فيها وما تشوف شر أعزائي انتهت حلقتنا اليوم يعطيكم العافية الله يقرعينكم بذرياتكم السلام عليكم 거든 yo شكرا 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 شكرا